لكن نروح بقى لترند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا اهتمت ازاي بمباراة ديجلة والاهلي النهاردة الحساب الرسمي اليوم السابع على تويتر بيتكلموا ان الليلة الاهلي يبحث عن الصعود لقمة الدوري امام وادي ديجلة قولوا يا رب باذن الله كمان معايا الحساب الرسمي ليلا كورة تغييرات دفاعية في تشكيل الاهلي المتوقع امام ديجلة حساب الرسم ليلا كورة على تويتر بيتكلموا عن ان تشكيل الاهلي المتوقع علي لطف الحرسة المرمى ياسر إبراهيم رامي ربيع محمد هاني زهير أيمن بيعود بعد الإيقاف في المباراة السابقة علي معلول زهير أيصر أليو ديانج وعمر السلية قدامهم أفشة كهرباء حسين الشحات محمد شريف وكهرباء والشحات عمين مستوى رائع جدا في الفترة الأخيرة ومحمد شريف متصدر الدور العام بـ 16 هدف حساب في الجول زي ما كلمنا في بداية الحلقة أو في الأنترو كريم ندفيد يظهر في قيمة الأهلي لأول مرة منذ آخر مباراة شارك فيها أمام المقصة يوم 10 إبريل 2019 أي منذ 246 يوم إن شاء الله تكون عودة جيدة لكريم ندفيد أول هدف أحرازه كان مع دجلة في موسم 2016-2017 والنهاردة يقرر الأمر وبإذن الله يتم الدفع به ويعمل مباراة كبيرة جدا والفترة الجاية كمان أطمئن على محمد محمود ويعود إن شاء الله طيب الحساب الرسمي كمان ليلا كورة على تويتر نشروا مصدر ليلا كورة الأهلي يتوصل الاتفاق لتمديد عقد علي معلول لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم المتبقي في عقده طيب الخبر ده هتكلم عليه مع الخبر اللي جاي لأن الأمر متعلق بنقطة واحدة وجزئية واحدة الصفحة الرسمية اليوم السابع على الفيسبوك كتبه الأهلي يدرس عروض بيع ناصر ماهر في مريكاته الصيف طيب خبر علي معلول وخبر ناصر ماهر الأمر هنا متعلق بفكرة الصفقات والتعاقدات وقيمة اللاعبين المستغنى عنهم لن يتم اتخاذ أي قرار في أي لعب إلا بعد 25 أغسطس قلته من شهر وقلته من شهرين وبقراره وإحنا في خلاص في شهر أغسطس والموسم بينتهي لن يتم حسم موقف أي لعب في البقاء أو الرحيل سواء على سبيل البيع أو الأعارة إلا بعد 25 أغسطس ولكم فيما حدث مع والترب واليا عبرة أعتقد الأمر محسوم وننتظر لآخر الشهر لأنه يبقى فيه كلام جديد وتفاصيل كتيرة والناس هتشوف مواقف مختلفة عامة ينشر عبر السوشيال ميديا لأنه فيه دراسة بتتعامل وفيه إحصايات وفيه أرقام لموسم بالكامل محلي وإفريقي